اتخذ نصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية بالدوحة قرارا بطرد الصحاف الجزائري في هذه القنوات حافظ الدراجي وطلبه بإزالة كل تغريداته التي تهجم فيها على المملكة المغربية وتطول على مؤسستها وأساء إلى المواطنين المغاربة بإهانتهم وإلحاق الضرر المعنوي بهم كافة اتخذ نصر الخليفي هذا القرار المناسب على أثر تزايد ردود الفعل من المغاربة في الداخل والخارج في استنقار التهجم المتواصل على بلادهم من هذا الشخص الذي جعل من الوظيفة التي كان يشغلها وسيلة خبيثة للتطول البغض على المغرب على نحو يسئ إلى المؤسسة الصحافية التي يعمل فيها لما في ذلك من انتهاك لأخلاقية المهنة وخرق لقواعد الممارسة الصحافية الشريفة ولم يعد سرا أن للجزائر بعض عملائها في عدد من وسائل الإهلام العربية والأوروبية تتخذهم أبواق لتشويه سمعة المغرب ونشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة وتضليل الرأي العام الأجنبي وما حفظ الدراج هذا إلا عينة من هذه الأبواق المأجورة قد لقي مصيره الذي يستحقه ويلق بأمثاله من العملاء الذين يتخذون من العمل في بعض المؤسسات الإعلامية وسائل لخدمة الأغراض الدنيئة للنظام الجزائري اشتركوا في القناة